السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر الجماعة في الغرب ما عاديش قادرين يسكتوا في مواجهة فلادمرزي لانسكي رئيس أوكرانيا وممارساته فضلوا يداروا عليه كتير جدا لحد ما تبقوا وانفجروا وبدوا يكشفوا عن سوقاته بشكل غير عادي طبعا حاولوا أنهم يجملوا صورة فلادمرزي لانسكي باعتبار أنه هو الرسول العسكري بتاعهم في مواجهة روسيا حاولوا أنهم يدعموا وفي ذات الوقت ما يفضحوهوش لأن لو فضحوه يبقى معنى ذلك هتبقى فضحتهم أكتر النتيجة يعملوا إيه؟ قرروا أنهم يداروا عليه بقدر الإمكان بدأت تظهر تسريبات في مواجهة فلادمرزي لانسكي أن الراجل ده في حاجة مش مزبوطة بعض المعلومات الاستخباراتية ظهرت منذ أيام قليلة عن طريق الاستخبارات الأمريكية اللي قالت أن الأسلحة اللي بتوصل أوكرانيا بيتلعب فيها وبس الخبر بعد كده تكتم عليه لحد ما بعض قيادات أوروبا وقيادات الولايات المتحدة الأمريكية بنفسهم وبعضمت لسانهم بدأوا يكشفوا السطار عن ذلك الذي يحدث في قلبه أوكرانيا شوفوا مثلا حضراتكم السياسي الفرنسي فلوريان فليبو قال أن الغرب لن يمتسل لطلبات فلادمرزي لانسكي الجديدة بعد تصريحاته الكاذبة حوالين الصواريخ الروسية في بولندا أنت عاوزنا أن نحن ندعمك بعد ممارستك للاكاذيب حوالين الصاروخ اللي سقط في بولندا فلادمرزي لانسكي حضراتكم لو تذكروا عبر العديد من الحلقات اللي احنا كنا بثناها منذ أيام قليلة حاول أن هو يلبس روسيا في الحيطة أن الصاروخ أوكراني ورغم ذلك قال أن الصاروخ اللي انطلق وسقط في قلب بولندا وقتل اتنين ده صاروخ روسي ثم طلب الدعم بتاع الناتو ثم أعلن حالات الطوارئ وأجرى اتصالات عاجلة جدا بكل أعضاء الناتو الحق يا أخوانا أعضاء الناتو هيتبهدلوا وروسيا بدأت تضرب في دول الناتو هتولنا بقى بسكل سريع للغاية شوية دعم كده على مقسم كم مليار دولار وكام قطعة سلاح عشان احنا كمان نحارب روسيا والحقونا بقى بالدعم كده ويلا عشان نلغط ده اللي سنحال فلادمير زيلانيسكي في أعقاب سقوط الصاروخ بتاع أوكرانيا اللي لبسه لروسيا فالسياسة الفرنسي بيقول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أوروبا تستجيب لمطالب فلادمير زيلانيسكي اللي بيطلب فيها الدعم العاجل جدا قبل قدوم الشتاء خاصة لو أن الراجل بيمارس أكاذيب غير عادية ثم طالب من فلادمير زيلانيسكي أن طبعا أن هو يتوقف عن ممارسة الكذب وقال أن فلادمير زيلانيسكي للتو دعا دول الاتحاد الأوروبية لتخصيص مليارات الدولارات الجديدة من أجل تحمل الشتاء يا أخوانا بقى هتولنا الدعم كده بشكل سريع للغاية خاصة وأن روسيا أساسا مش عاوزة تسكت وإحنا لابد أنه كنت تدعمونا نعمل يا أخوانا فإحنا بنحارب نيابة عنكم فدأ فلادمير زيلانيسكي يبتز دول الاتحاد الأوروبي ودول النيتو كلها فالسياسي الفرنسي بيقول ده كله هراء أوروبا لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول هذا الابتزاز وبشكل عام كان ينبغي على فلادمير زيلانيسكي أن هو يلتزم الصبب بعد الأكاذيب بتاعته المجنونة حوالين الصاروخ اللي سقط في بولندا وقال أن أوروبا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن هي تستمر في مساعدة أوكرانيا خاصة وأن الفقر بدأ يجتاح القارة الأوروبية فضح الطرفين الطرف الأوروبي والطرف الأوكراني الطرف الأوكراني اللي بيبتز وبيستغل وبيسرق وبينهب وبيمارس الأكاذيب الطرف الأوروبي أن أوروبا مش عاوزة تعترف أن الوضع الاقتصادي كارسي أسوأ مما هو معلن عن نور تعالوا بقى شوفوا حضراتكم بعض البرلمانيين من أعضاء الكونجرس الأمريكي الأمريكيين بيقولوا إيه عن تد ميرزي لانسكو عن أوكرانيا عضو الكونجرس الأمريكي تولسي جابارد قال لشبكة فوكسي نيوز الأمريكية أن أموال دافع الضرائب الأمريكية بتنتهي بيها المطاف في جيوب الفاسدين من ساسة نظام أوكرانيا وقال إن الحكومة الأوكرانية وقيادتها الفاسدين ومقاولي تجار الأسلحة اللي شغلين تحت إشراف الحكومة الأوكرانية هم أكبر المستفدين من الأزمة الأوكرانية خبر السويد تجار أسلحة وأعضاء الحكومة الأوكرانية الفاسدين ومعهم تجار أسلحة يعني معنى ذلك كل الأسلحة اللي بتيجي من دول النيتو وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية بتوصل لجيوب تجار الأسلحة الموجودين في قلب أوكرانيا اللي عقدين الصفقات القذرة مع الأعضاء الحكومة الأوكرانية سرء أو نهب المسألة ما هيش قاصرة على فلادمر زيلانيسكينج ثم الراجل بيقول أن إدارة جو بايدن لديها علم اليقين بأن معظم أموال الدعم الأمريكي لنظام كيف بيتم اختلاصها من قبل المسؤولين الأوكرانيين ويتضح ذلك في المغتنيات والممتلكات بتاعتهم باهزة السامع شوف تفضحة أكتر من كده يعني تخيلوا حضراتكم أن أمريكا عانت الأمرين طوال الفترة اللي فاتت في سبيل أن هي تكتم وتكرتن على اللي بحصل في قلب أوكرانيا لحد ما السياسيين الأمريكيين والأوروبيين اتبقوا فبدأوا يكشفوا السطار عما يحدث في قلب أوكرانيا إيه دا جماعة شوفتوا حضراتكم المسائل شغالة إزاي عرفتوا حضراتكم أن المسألة مش مجرد أساسا أن هما بيتصدوا لروسيا أصل روسيا يا حرام أعتدت على سيادة أوكرانيا لا فلد ميرزيلانيس كرئيس أوكرانيا اللي هو المهرج الأوكراني دا يهموا مصلحة أوكرانيا ولا أي من دول الناتو بالمرة يهمها مصلحة أوكرانيا فقط مصالحهم الخاصة لكن مصيبتهم أن هما وقعوا ما بين إيدين واحد حرامي مختلس فاسد عاقد الصفقات القزرة مع تجار الأسلحة النتيجة بدأوا يبعبعوا لنا كلنا تعالوا حضراتكم شوفوا الفضيحة اللي بجلاجل سياسي فرنسي يدعو فلد ميرزيلانيس كي لالتزام الصمت بعد أكذيبه حوالين الصاروخ في بولندا برلمانيون أمريكوين يتهمون سياسة نظام كيف باختلاص أموال الدعم تخيلوا حضراتكم الفضايح ضيّت كلها ورغم ذلك وكما نؤكد دائما ما عندناش أعلام عربي يستثمر هذه المعلومات مش المفروض إن إحنا نستثمر هذه المعلومات لصالح روسيا أخواننا إنما لصالحنا إحنا يعني على الأقل مثل هذه المعلومات التي تنشر يتم التدقيق والطمحيص وبحثها ودراساتها ثم ناخدها ونبدأ نكون عندنا مثلا مراكز أبحاث ودراسات تستفيد منها بشكل كويس جدا السؤال اللي بترح نفسه فوحنا كل السفارات العربية الموجودة في كل الدول الأوروبية ديت بتعمل إيه؟ مجرد علاقات فقط؟ طيب هي ليه الدول الغربية أساسا ما بتتعاملش معانا بنفس الطريقة ديت لما بنكتشف أن هم بيسخروا المنظمات الحقوقية والسفارات بتاعتهم عندنا في المنطقة العربية وتسخير إمكانيات الأجهزة الاستخباراتية الغربية في قلب السفارات الغربية في قلب المنطقة العربية عشان يجمعوا المعلومات والبيانات والحقائق والتوجهات والآراء ثم يستسمروها على أفضل ما يكون ويبدأوا يعملوا بيها حملات إعلامية على أفضل ما يكون ويبدأوا يبتزوا بيها وبيستغلوا بيها طيب وإحنا ليه ما نعملش بنفس الطريقة ديت؟ ليه ما نستفيدش أساسا من التجربة بتاعتهم بحيث أننا نتحول من مجرد رد فاعل إلى فاعل؟ أسئلة إحنا بنترحها مع بعضينا من عارف يمكن ربنا يصلح الحال والحكومات العربية تستفيد منها أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر